هذا وأظهر تقرير اقتصادي تراجع كميات الغاز الطبيعي التي تضخها روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبحسب تقرير شركة غاز بروم الروسية المصدر الغاز الطبيعي بلغت كميات الغاز التي تضخها عبر أوكرانيا إلى أوروبا 25 مليون متر مكعب يوميا وهو ما لا يقل بنسبة 28% عن متوسط الدخ اليومي في الفترة السابقة يذكر أن خطوط الأنابيب العبرة للأراضي الأوكرانية هي آخر خطوط نقل مباشر ما زلت تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا